شرط الاول كان لزمانك افضل يعني دايما طريقة كابتن حلمي طولان بيقفل الملعب كويس جدا وبيدافع كويس وبيقفل الملعب وبيقفل المساحات وبيلعب على الهجامات المرتدة وعنده مصطفى شلبي وعنده محمد مرسي وعنده دينو بيتر وعنده جون إيبوكا بيشتغلوا شكل كويس جدا في الهجامات المرتدة انا عجبني بصراحة التصوير النهاردة رائع زي ما انتم شايفين اول مرة اشوف اللقطات دي في بطولة الدوري فعايز احايل مسؤولين عن اذاعة الماتشاط واعتقد دا احمد فوركي صح التصوير دا بتقنية فوركي حتى الزوايا مش فوركي HD ولا ايه HD High Definition بس حاجة رائعة الزوايا وكل حاجة فانا برضو لما بيكون في حاجة ايجابية وحاجة تحسنت لازم نتكلم فيها فانا سعيد بتصوير الدوري الممتاز دلوقتي يعني حاجة رائعة جدا واستمتعت بصراحة النهاردة وانا بتفرج على ماتش الزمالك وإمبي الزمالك زي ما قلت لكم في الشرط الاول منساجم طبعا فرقة لعيبة بتلعب مع بعض بقالها فترة عندهم طبعا رغبة النهاردة في الفوز الزمالك مركز من اول ماتش في الدوري فالزمالك كان كواس اوي في الشرط الاول وصل كتير لمرمى نادي إمبي وإمبي كان بلعب على الهجمات المرتدة في الشرط الاول بس بصوا الموقف ده في حوالي خمس لعيبة من نادي إمبي بيزيدوا مع الهجمة بصوا الشكل يبوك طبعا لعيب قوي جدا ولعيب مميز ومن اللعيبة اللي بتلتحم وبيقطع كورة وبيعافر كورة دي برضو الامبي تحطت فوق العرض دينو بيتر حطاها فول عرضة برضو فرصة لنادي إمبي بس الاستحواز اكتر لنادي الزمالك والهجمات المرتدة لصالح إمبي أشرف بن شرقي دي ضربة الجزاء يوسف أوباما وحصل التحام مدافعين نادي إمبي مع يوسف أوباما خلينا نشوف الكورة كده بالراحة كابتن محمود ناجي أهو أوباما هو ستلم الكورة ماشي وفيه رقم 24 خبط بص اهو ارجع تاني ارجع تاني خليك كزا ايوه 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 بص فيه لعيبة هون من إمبي عمل تاكلينج عمل زحلقة عتقد محمد اسماعيل اهو ملناش دعب ده خالص بس عايز اقول لكم حاجة بقى ارجع تاني سنة برضو فيه في حتة كده بصوا اين سيفي الجزيري ماشي حنلاقي هنا بصوا مدافع رقم 24 أوباما زكي جدا دخل في الكورة وحصل خبطة من لعيب رقم 24 في رجل الشمال ليوسف اوباما اهي اه بص رجل يوسف اوباما الشراب الابيض مع الشراب الكحلي اهو في خبطة كده من اللعب رقم 24 في نادي امبي مع يوسف اوباما وحكم المباراة وينفار احتسبوا ضربة جزاء لصالح الزمالك دخل احمد سيد زيزو وسجل الهدف الاول لنادي الزمالك الهدف ده كان فيه الوقت الضايع في الشرط الاول حطها قوية جدا رغم ان محمود جاد طار في نفس الزاوية لكن حطها قوية جدا في الزاوية العليا الزاوية اليمين العليا لمحمود جاد اللي طار مع الكورة ولكن قد قوتها وارتفاحها صعب على محمود جاد جهاز الفاني المنتخب مصر برضو كان متواجد في المباراة النهاردة يعني حضر المباراة الاولى والمباراة التالتة حضر مطشين النهاردة مستر كيروش الشوط التاني بقى امبي كابتن حلمي طولان يعني بدأ يتخلى شوية عن الزون ديفنس في نص منعه بدأ يهاجم هو اللي بيبادر بالهجوم عن نادي الزمالك دي كرة طبعا اتعملت زي ما انتم شايفين طولية وراحت لدينو بيتر حطها بجوار القائم ودي تزديدة حلوة قوي من نادي الزمالك وحصل بعض التغييرات عمر السعيد نزل مكان سفي الجزيري ومصطفى فتحي مكان امام عشور عبدالله جمع بس في الاخر بقى عبدالله جمع مكان محمد عبدالشافي واسلام جبل مكان أشرف بن شرقي ومحمد قنجب مكان أحمد سيد زيز وده الهدف التاني للزمالك عن طريق عمر السعيد كرة معمولة حلوة من ناحية النيمين عرضية وعمر مميز جدا فيه الدربات الرقصية وحطها يعني اتعملت بشكل كويس جدا من ناحية النيمين ناحية أحمد سيد زيزو وقدر عبدالله قدر عمر السعيد يحرز الهدف التاني وهدف يعني تأكيد الفوز بالنسبة لنادي الزمالك كابتا حلمي طولان برضو عمل بعد التغيرات في الشرط التاني نزل أحمد العجوز اللي مسيكله نص الملعب كويس جدا في الشرط التاني ومهاب ياسر في الآخر خالص وأحمد قاسم مكان مصطفى شكشك لكن الهدف بتاع عمر السعيد خلص الجيم لصالح